نسخة الجراندي من تيوتا كامري طبعاً الاس اي السبورت بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيار ونتكلم عن تجهزاتها بشكل كامل السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله وقاتكم بكل غير متابعنا غالين تغترتنا لليوم نتكلم فيها عن سيارة تعتبر غنياً للتعريفة كيد هذا اللي يتفق عليها وتعتبر من أكثر السيارات مبيعة بين فئاتها أو بين منافساتها تتوفر بعدة محركات منها محركات أربعة سلندر ومنها محركات ستة سلندر سواء أربعة سلندر هاجين أو بنزين طبعاً النسخة اللي اليوم موجودة معنا نسخة غنية عن التعريف بمحرك V6 نسخة Grandi نسخة SE السبورت نتكلم عن أهم التجهيزات وأهم المواصفات اللي موجودة عليها بشكل سريع نجل الواجهة الأمامية طبعاً أول ما تلاحظوا الإضاءة اللي هي موجودة في الواجهة الأمامية بهذه الطريقة فتعرف أنك الدام كامري بأعلى فئة سواءاً Grandi أو نسخة الليومير بتكون بهذه الإضاءات إضاءات مميزة ثلاثة شرائح عندنا العالي والواطي كلها LED حساسات أمامية مع كشاف ضباب أمامي LED تصميم السبورت تصميمها رياضي بشكل جميل وملفت للنبض هذه السيارة نلاحظ كنا عليها كترياضي بالجزء السفلي جنوط كروم أكيد جاي الجنب باللون الأسود واللون الصيضي مقاس الجنب 18 إنش بالتحديد عندنا القراندي بصمة القراندي المرايات مدمجة بالأبواب تعطيك إزيابية أكثر مع تطعيمات كروم بشكل بسيط عندنا خاصية الدخول الذكي والمتعرف عليه بالبصمة فتحة بالسكب طبعاً المديلات الأخيرة اللي هي 23 و 24 بتكون بسكبانوراما أما فمديل 2020 طبعاً لمعلومية سيارة مديلة 2020 فبتكون بفتحة السكب عادية عندنا إطار من الكروم حول النوافذ جناع خلفي إضاءات خلفية LED مع حساسات خلفية ودريفيوزر رياضي خلفي أربع فتحات للعادي ما شواء شعر البي سيكس السفستوانات الاس بورت الجهة الثانية وكامري طبعاً أسفل شعار تيو التكامري عندنا إضاءات خلفية اللي تتميز فيها طبعاً فئات الجراندي أو اللومير كأعلى إصدارات كأعلى الإصدارات تتميز بهذه الإضاءات عندنا بهذا الجزء تصميم رياضي وجميل طبعاً بهذا الجزء مثل ما نلاحظ إضاءة بسيطة لكن ما شاء الله اضافت على السيارة لمسها ما شاء الله جمالية واضحة جناع خلفي أكيد على السيارة مثل ما نلاحظ الخط اللي هو موجود بالجزء السفلي جايب اللون على أسود اللماع بشكل جميل طبعاً هذه أبرز التجهيزات وأبرز مواصفات هذه الخارجية إذا قلنا نتكلم عن القلب النابب محرك تيوتا كامري 2020 نفس المحرك اللي هو من موديل 2018 مستمر حتى 2024 نتكلم بالتحديد عن محرك V6 إذا قلنا لغطى المحرك القلب النابب محرك V6 6.1 على ثلاثة كامري طبعاً في البداية يحتاج أن نقفل السيارة بعد كذا نفتح غطى المحرك بالسحب بهذا الجزء نتكلم بالتحديد عن محرك V6 6.1 سعة 3.5 لتر نقفل طبعاً بالسحب بعد الطريقة هذا هو المحرك V6 6.1 سعة 3.5 لتر لحظنا 297 حصان نتكلم عن 356 نيوتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ثمانية سرعات هذا هو المحرك يا سادة يا كرام بالنسبة لإستهلاك البنزين أو خزانة وقود نتكلم بالتحديد عن 50 لتر إذا جئنا لإستهلاك البنزين بطاقة استهلاك البنزين هي موجودة على السيارة لكن حسب موقع كيوتس السعودية فنتكلم بالتحديد كل تر بنزين تمشينا بالسيارة 14 كيلو فاصلة اثنين التقييم ممتاز طبعاً بنزين 91 وهذا هو المحرك نلاحظ البطانة الداخلية على المحرك تقلم من الصوت اللي خارجي من المحرك للمقصورة الداخلية وزيوت كلها موجودة بالجزء الخارجي طبعاً نحن دعونا نتكلم عن تجهزات الداخلية بشكل سريع النسخة الرياضية تتميز بتصميم مقصورة داخلية رياضية جاء باللون الأحمر بشكل جميل عندنا فتحات فكير بالخلف مع منفذ يوس دي بالأسفل عندنا التكايات بالوسط مثل من لاحظ حاملة كواب الداخلية باللون الأسود للأحمر عندنا النوافذ كهربائية مقابل داخلية كروم مساحة تخزين بالأسفل الشنطة الخلفية طبعاً نتكلم عن عدة منافسات لها من علامة اليابانية طبعاً تنافسها أكيد لسان ألتم هوندا كار مازا سيكس ولها عدة منافسات وهذه المساحة الخلفية تعتبر ممتازة جداً فيها رحابة طبعاً هذه أدواتها من الوكالة بشكل عام أما من الصانع الكوري فبيتكلم عن هنداي سوناتا ونتكلم عن كيا كيف هذه أبرز منافسات تيوتا كامري وهذه الداخلية بشكل كامل مثلاً الرأس الخلفي طبعاً ثابت غير متحرك السيارة فيها السيارة خلفية وهذه النوافذ كلها بشكل عام أو بشكل كامل مع تطعمات كروم مثل ما لاحظنا وهذه طبعاً موجود عليها محرك ثاني اللي هو الأربع ستوانات نلاحظ طبعاً كرسي الراكب بحركة كهربائية لنحو من التكواب وهذه الشاشة المساطية فتحة التكييف طريقة تفتح في البساطة الدرج في الأسفل الجزء السفلي للسيارة باللون الأسود بشكل كامل وإذا جئنا للجزء الثاني من ناحية الراكب لاحظ طبعاً التحكم بشكل كامل بالمرتبة عندنا هنا مثل ما نلاحظ اللي هو التراكشن فتح الشمطة الخلفية فتح الثانكي هنا النوافر كلها كهربائية التحكم بالميرات الجانبية وهذه الداخلية يا سادة يا كرام قير فوان خلف الدراكسون أو الشرطر خلف الدراكسون عندنا هنا تحكم بالدراكسون وعندنا مثبت سرعة بالإضافة لي تشغيل السيارة بالبصمة عندنا هنا منفذ USB ومنفذ 12 تشغيل السيارة بالبصمة مثل ما ذكرنا عندنا اوتو هولد سبور النورمال وضع القيادة عندنا بريك إلكتروني بالجزء السفلي طبعاً مثل ما نلاحظ مساحة تخزين وعندنا كمان شاح لاسلكي خلونا نشغل السيارة فيها نعومة واضحة هذه السيارة نرفع بعض الجزء لاحظ الدرج هنا الدرجون مكسب الجلد إضاءات LED طبعاً بدون بيت للنظارة لكن الشمسات فيها مرايات وفيها إنارة فتحة بالسكن مثل ما ذكرنا الأرباقات طبعاً في الجزء الداخلي بشكل كامل وهذه أبرز الجزء طبعاً قيمتها نتكلم في 105000 عداد السيارة نتكلم ب35000 كيلو مثل ما لاحظ ومدية لها طبعاً الشاشة تدعم نظام القرائط هنا المناق منفصل ما بين السائق والراكب خليناها على أوتو نقلل بعض الطريقة هنا الميديا منفذ السيدي بالجزء العلوي بالتكييف هنا من رأيات تقريباً فيها التعتيم وهذه كل تجهيزات بشكل كامل اتكلمنا بشكل سريح عن نسخة السي من فيوتا كامري مدين 2020 أتمنى التغطية نالت على عجابكم مثل ما ذكرنا في البداية رح نقول في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك واكتبونا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبعونا نستعرضها لكم بالأيام الجاية واللي حاب يضيفها بالسوشال ميديا تويتر والستجرام والفيسبوك الروابط كلها بخانة الوصف وأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل التغطية هذه من صالة التركي للسيارات في مكة المكرمة بالتحدي بالمعاصب تفاصيل وارقام التواصل مع صالة التركي بخانة الوصف وبكذا في أمان الله هذه نسخة الأربعة سيلندر محرك تنفس طبيعي وهنا الستة سيلندر محرك تنفس طبيعي سمعين صوت المحرك أحاول بعد عن السيارة لكن ما شاء الله صوت عالي ترجمة نانسي قنقر